اهلا بكم مرة اخرى مازلنا في حضرة النشي في حضرة قبلة موجودة خايفين جدا على الرحم من كلمة مخيفة اوي في عالم النساء والتوليك اسمها في جار الرحم يا جماعة في جار الرحم ده حالة هتتلم المستشفى كلها النساء والتوليد والجراحات ونقل الدم وعنها مركزة جاهزة وكل حاجة فعايزين نقرب برضو من هزا القبلة هزي القبلة الموجودة احنا اتفقنا ان كلمة النش وليه اسمها مختلفة علمية بسموه يوترين نش يعني فتء الرحم او دايفيرتكولم بسموه كده برضو باهو او انبعاج بسموه اسمه سيل عشان الاسمس الاسمس اللي هو المالتقاء عنق الرحم بجسم الرحم ده الاسمس فالاسمه سيل زي الهايدرو سيل زي الفريكوسيل سيل يعني انبعاج او هسموه حتى كل المسميات المختلفة ده او هيرنيا كل المسميات المختلفة ده عشان نقرب عشان وكانت ايه المسميات مش مهم الاسمه بقى قدم التأثير اللي احنا عوزين نقوله لهذا الجزء البسيط اليسير اللي بتبقى موجود اللي في الاخر خالص بعد ما تعرفنا عليه هنتعامل معاه ازاي هنشخصه ازاي سواء كان بالصنار او بالامر اي وازا كنا بعد ما شخصناه هنتعامل او بالهيستروسكوب بالمنزار الرحمي ومنزار البطن وبعد كده نتعامل مع الاشكال المختلفة من النش ازاي دور الاضاءة داخل المنزار نتعامل معها ونعمل الديمنج ونقلل زي ما عارف ما يكون عندك اضاءة وتقللها وتعليها عشان تكشف حاجة معينة او عاوز تقرأ كراءة معينة عاوزين نقرأ كراءة الدفكت او هنا المشكلة اللي موجودة داخل الرحم والضعف الموجود يبقى بيين قوي باضاءة بشكل معين ونقرن الاضاءة بالاضاءة ونشوف المور بلايتنس اللي بيبقى يكون ضوء شاهق بالمكرنة بالضوء الطبيعي اللي موجود داخل الرحم ونقدر نقول قد النش فتعال نشوف داخل غرفة العمليات ببسطة حتى تخدير معين او بسيط عاوزين نملة الرحم ده بالصلاين بالمحلول الملح ونملة التجويف الرحم بالصلاين فبالتالي هيتملي بالملح وبعدين يبدأ يحصل كراكس دي يخرج محلول الملح يخش فيها فنقدر نكتشف هنا الدفكت الموجود ومن خلال اكتشاف الدفكت نعرف هنا ان في مشكلة نحن نشوف النش ازاي تشخيصه داخل قلنا بالصنار نقدر نبص عليه بالصنار نشوف بصوت الصورة تشخيص النش دي المريضة بتشتاكي ببسط كويتل بليدين فقط فيش اي حاجة اللي كان عندها الام وتعمل لها منظار وتحسنت الالام ولكن الحاجة الوحيدة اللي مدايقاها انها في دم بعد الجنان هنحن مفروض ان ده الرحم وده بطانة الرحم الجزء الابيض ده وده عضلة الرحم هنملى ده محلول ملح انا بجهز الصنار مهبالي وفيه قسطرة محدودة في الرحم هنحن مفروض ان هيباني لون اسود كده ياخد غاية الاخر لو فيه تآكل في جدار الرحم هيباني الصلاين لون اسود كده موجود مكاني قاسرة القديمة قد الصلاين وده يملأ موسيقى 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 بين العضلة الرحمة يعني كأنها مش مكتملة كأنها شرخ موجود فيها فبدأ الصلاة ينكشف الشرخ ده ده أكتر حاجة ليكشف بيها النش شوف هنا لما بيكون جزء من عضلة الرحمة غير مكتمل هو ده النش وهنا مثلا القيصرية الكاملة ده ده مثلا إيه صورة تعالنا نشوف حاجة تانية الصورة اللي بعدها هنا برضو هنا لو حصل تآكل في جرح قيصرية سابقة بيبقى موجود ويحصل إن بعاج هنا بقى إنه هيخرج كيس المية بسبب إنه كان فيه ضعف في جدار الرحم تعالنا نكمل صور تانية دي الرحم البيبي بيبقى داخل قيصرية داخل قصر الرحم ومكانة قيصرية القديمة اللي ممكن يبدأ إيه ينغامز المشيمة جوة تبقى مشاكل رهيبة جدا لو إحنا سبناها أو إنه إحنا بقى فيه ضعف في الجدار أهو جرح قيصرية السابقة وممكن يحصل إيه من قوة انكباد الرحم يضعف النشي الموجود ويحصل إنفجار ساعات ومعظمه إنفجار صامت وما أكثر من القاتل الصامتون بيبقى موجودين يبقى مش معنا كل بص هنا الله 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 هلو قوي الصور دي هلو قوي بص الرحم هنا انفجر الرحم يعني عضلة الرحم بعدت عن الجزء الأعلى وجزء الأسفل وبجد بيحصل كده وهنوري الناس النهاردة بجد خروج الرأس البيبي أو الكيتس بتاعه من عضلة الرحم أثناء كيساريتين بنعملهم النهاردة وخارجين بدون حتى بسأل المريضة لأنها بغضة بنج نصفي هو أنت ما شعرتيش بمشكلة أثناء الحامل لا وانت لدرجة أقول إيه مش كل سكوت يعني مش كل صمت هو كويس مش كل سكوت علامة رضا ساعات السكوت لإني لازي أسبق الانفجار لازي أسبق الانفجار تعال نكمل بقى نشوف مشاكل ده ده صور قد إيه بقى إن ممكن يحصل مشاكل وجنين ويخرج بره الرحم قد انفجر وسقط بره ونجي نفتح نلاقي البيبي في البطن بالكامل خارج بره البطن ومات بص بص الحيت ده فات أو بص دهبني هيرني ومات البيبي داخل قبل الولادة بيوم أو باتنين أو سناء الولادة أو تبر ومات الجنين اللي كانوا منتظرينه داخل الرحم بقى خرج بقى خرج بره تجويف البطن تعلم هنا السيزيرين سكار ديفيكت أو النش السمنات أسمتين حاجة مشاكل متحلقة بالنسة ومساكن متعلدة بالولادة السيزيرين سكار ديفيكت اللي هو النشة يعني معناها ضعف في جرح القسر اه جرح اه عندنا الجيني يعني ممكن ايه تأخر في الدورة الشراء ألم أثناء الدورة الشراء غزارة في الدم في الدورة الشراء نزيف في الدورة الشراء انتر منيسر بليدن ألم في البطن والحوض إفرازات مهبلية ألم أثناء الجماع نزيف ما بعد الجماع ده كل ده بسبب ايه بسبب النتوء النشي اللي موجودة احيانا بيبقى أوعيات الدمية اللي موجودة فيه تنفجر من حين لآخر او هو كبهو يحتفظ بجزء من الدم اللي موجود فيه فبعد ما الدورة تنزل يبدأ ينقط موجود الكيس يبدأ ينقط الدم اللي موجود فيه او بعد الجماع يحصل انفجار لبعض الشراء او الشعرات الدمية اللي موجودة فيه ويحصل دم موجود ويبقاش معروف فيه او يبقى فيه التهابات موجودة مستمرة تأثيره لو علاقة بالحمل تأخر الحمل نتيجة ايه الالتهاب الموجود بيخلي بتانت الرحم غير مؤهلة انه بيحصل ايه لما بيحصل قصف بعد الجماع الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية وهي طالعة تلاقي بهو او دهليز جوه روح دخل جواه وما تكملش رحلتها كأنه انترابد واكستطاد كل الحيوانات المنوية وبالتالي تلاقي المريضة قعدة سنة واثنين وثلاثة رو عملناها بتحمل طبيق ما بتحملش طبيق او ان يحصل حامل خارج الرحم بس بجرح النش او انفجار الرحم اسنان الولادة او انفجار الرحم صامت اللي موجود او حاجات تانية مش موجودة مكتوبة خالص او او كمان ممكن يحصل ايه البلاسنتة المشيمة بقى وما اختارها المشيمة اللي تلاقي مكان فيه تعرف المشيمة بتوع التحفر عشان تلاقي مكان تنزرع فيه المشيمة لقي حفرة سهلة فتنغمز فيها وتخيل المشيمة دي كأن ليه علاقة او ديالوجات او عاية دموية بتاعتها والخلال الراضة بتاعتها اللي هتبدأ تنغمز في الجدار الرحم لا يا مكان سهل فانغمزت فيه ولا فيه كأن فيه كيمو تاكسينز كأن فيه خلايا مغناطسية تقدر تجذب الجنين بدلا ما يبقى فيه في الميديوتراين واليوتراين او حتى في الامبريو ويندو بتاعه الشباكة والنفذة اللي بيأصل فيها تنزل تاني واحيانا يطلق على النش اليوتراين ويندو وكأن ده نفذة الرحم وكأنك انت تقدر عارف بالسنار السنار عوارة عن كمبيوتر صح؟ والكمبيوتر فيه برنامج اسمه الويندو صح؟ فمن خلال الويندو بتاع الكمبيوتر تكتشف الويندو بتاع الرحم شباك الرحم عشان من خلاله تطل من هذه النفذة على العالم الأرحب للمشاكل اللي ممكن تتم في الأرحام ومشاكل اللي تم فيه أجساد المرأة وتقدر تتوقاها لو إحنا بجد ذكرناها وقدرنا نتخيلها في المراية الجانبية والبقعة السوداء أو العمياء اللي موجودة في المراية الجانبية الميز دي جنوزس قدرنا نتخطاها وقبل ما عدي بعربيتي وقبل ما عدي بتشخيصي مع المريضة أبصي مين أو شمال بقلفتة كاملة عشان لو النش ده ما توقعتوش كان يعلمونا زمان على الحملة خارج الرحم إذا لا تستطيع تشخيلها لا تستطيع تشخيلها لو ما شميتوش على بعد مش هتشخصه النش هو أوقع هنا بدأنا نفكر الالتصاق الموجود في اليوتروسيكرال الرابطة العجزية واللي موجود مع الكولوم واللي موجود مع قد المبيض اللي بقى انتاجلينج وبقى متاخد في الالتصاق وعامل ديسبارونيا ألم رهيب جدا وألم في الدورة وهنا ممكن يكون التشخيص دم على كده لا ديسبارونيا ألم في الدماء عادي بصو لتشوكلت سيس عاوز أقول لك ان اللي تشوكلت سيس اللي موجودة وهي عاملة اما ارآي مش مكتوب في التقرير مش معنى كده ان الاما ارآي هو اللي غلط ان اللي قارق هل انت قمت بدورك حقيقة أو لا احنا مش الهدف هنا كمان ان انا اتكلم على الأخطاء او لا انا عاوز اقول اني ادي المرض ممكن يكون موجود وبرضو ييجي في النقطة العمية اللي في التشخيص ويضل تشخيصه ويعدي بعد ما حررنا المبيضين وحررنا الأنابيب والمشاكل الموجودة والأنابيب اللي مفروض انها تصاصل عشان فيها ارتشاح وهي قريدي بتدور على انجاب مرة اخرى وعاوز اتساعدها على الانجاب مرة اخرى طيب وبعد التقنية الرهيبة دي وبعد التخلص من من الاكياسة الدموية اللي مش دورنا في وقتها دلوقتي ان احنا بنتكلم عليه هنبدأ ده ما يعفناش ان احنا هندور على الجزء الاصيل اللي احنا شخصنا زي بعد ما الميرادة نامت عملنا السونوهستروجرام عملنا فحص بالصنار ومالينا التجويف الرحم بالصلاين عشان نقدر نشوفه ونقدر نعمل ده بحاجتين سواء كان بالفحص بالصنار التقليدي او الهسترسكوب نعمل منزار رحمي واثناء المنزار الرحمي بقى معانا صنار داخل غرفة العمليات احنا الجزء الخلفي للرحم اتعامل خلاص بطنة الرحم المهاجرة والمبيادين اتسلكوا تماما خرجنا الاكياس لتشغلة الموجودة الانبيب المرتشحة احيانا منلاقي انفراجة في الانبيب المرتشحة وده معناه ان مش كل الانبيب مرتشحة متشخصة بالصنار متشخصة بالهستروجرام ان احنا نشيني الانبيب دي معناها الانبيب دي نقرب منها ونشوفها يصلح انها ترجع تاني للشغل مرة تانية ينفع او طبعا هل كل الانبيب مرتشحة لابد من اصالها لا طبعا كل الانبيب مرتشحة لابد من اجراء منزار للانبيب داخل منزار البطن نقدر نخش بمنزار الرحم داخل انبوبة فلوب ونقدر نشوفها جواها على الفمري موجودة للسالية موجودة في الفلاتنينج موجودة الاوعية الدمويل الرئاسية الموجودة لوظفتها ولا صقص الانبوبة دي تعال انشوف ايه اللي تحت الالتصاق ده لما نفكر نستبعده ونطلع المسانة البولية انفيريوري فوق ونبدأ نكتشف نبعد المسانة عشان كده لابد انك تبقى عارف الوضع التشريحي عشان كده لابد انك انت تعرف تفصل ما بين المسانة البولية وقدر الرحم عشان لو انت بتقدر تعمل استقصار رحم بالكامل بالمنزار لابد ان انت تستبعد المسانة البولية الاول وبالتالي تقدر تعمل ايه تفك المسانة البولية تبعدها عن حاجتين احيانا عن عنق الرحم بالكامل زي ما احنا هنا هستبعدنا بعد ما استبعدنا المسانة البولية بقت فوق وبعد ما خلينا عنق الرحم هيبدأ يبان عاوزين نكشف بقى بمنزار الرحمي ومنزار البطن وجود الفت والتخلص منه زي طب هنبدأ هنا احنا دلوقتي بالمنزار تاخل تجويف المنزار الرحمي فوق يعني احنا دلوقتي منزار البطن بصين على هنا ايه بنقرب بعونق الرحم تعالي بنقرب من عونق الرحم هي وسبت السورة الوحدة بس هنا بقى بص الاضاءة هنكشف ايه هنا بالاضاءة فيها برايتنس موجود قوي اهو بنعمل بص هنا هتلاقي فيه حاجة زي ديمينج يعني احنا اللي اضاءة وهتلاقي زي الشمس ويبتسطع كده تبتنور من جوه الراحم بص 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 المنزار ده اه شايف دنش اضاءة حتى عندها مختلفة لان احنا يا دوبك بنبقى تحت عضلة الرحم متاكلة والبروتون بس اللي مغطي فبالتالي بيبقى الضعف موجود ونقدر نشوفه ونكشفه بالمنزار بعد ما نكشفه بالمنزار بقيت الرحم يا جماعة اللي حوالين الفتق انا عاوزكو تقواصل الصورة دي للناس شوفي الاضاءة الحامرة دي احنا نفس الهيسترسكوب باضاءته يونيفرس عامة جدا في الرحم بس قدرنا بالديمنج ده نحنا نقلل الاضاءة ونقرب بالعدسة كشفت الاضاءة وكأن الشمس هتستع بقى من ظلمة الليل فتبان جدا بالصورة دي انها مور برايت فيه لمعة جدا وشهقة جدا هو ده الضعف اللي موجود اللي هنقدر بعد كده نعمله ايه نعمله يعني نعمل ايه نستقصله عشان نجيب فريش تيشوز عشان نجيب نسيج تاني صح حي ونخيط بقى فوق بتحت بالطبقة الصفلة بالطبقة العليا وساعات بيبقى منخيط عنق الرحم بالرحم ساعات بنبدأ نستغل الاضاءة الخفطة دي وابدأ من خلالها ابدأ بسلك اهو وبكمل تسليكي عشان الاقي عندي سبيس اقدر اخيط واقدر اخيط الرحم من جديد بامسك اهو بالتوزد بفورسيبس بليسين عشان امسك الجزء السليم ومن خلال كده هبدأ بالمقص اقص الجزء اللي هو فايبرستيشو المتاكل بص اول مقصات المياه خرجت بتاعت الهيستورسكوب الله المنزار الرحم اللي تحت يبقى انا على ضوء الاضاءة بتاعت الهيستورسكوب خدتو كا وشوف اللون الابيض بتاع الانسجة اللي فيها دي اللي موجود دفاكت بسيط موجود مطرح القيصرية في نون بريجنان تيوترس رحم مش حامل اقدر استقصله واستبعده كان عامل مشاكل رهيبة جدا للمريضة من الام ومن نزيف ومن تأخر انجاب مضاف لي اللي كان بالصدفة اللي حاجة مش باثولوجي اللي علاقة ببعضه كان فيها عندها بتاني ترحم مهاجم هو اللي احب تشيله ده ايه دنش دنش الفايبرستيشو اللي بيتاخد ويتعمل له هستو باثولوجي عشان يتأكد كمان بالهستو باثولوجي ان ده هيجي لك كده حاجة اسمها ايه ان فيه فايبرستيشو مش ده مش يعني تطور طبيعي للقيصرية لأ ده دفاكت موجود بنشيله لغاية لما نوصل للهرستيشو وتلاقي ان فيه دم جه بقى موجود من الجزء السليم اللي موجود بص بقى المنزار بتاعنا هون وكأن المنزار ده لما شفناه ده عين فاكر لما قلنا تانية الوود بيكر اللي هو نقر الخشب لما بيخش في العش بتاعه عينه بتبقى باينة من داخل العش كأن العدسة بتاعة الطائر دي هي عدسة المنزار داخل الفتق ده لما قدرنا نكششفه وصل الرسالة وصل الرسالة وصل الرسالة وصل الرسالة ليش عارف عين طائف بقى الخشب النقر الخشب لما بيجي في يعني دي حاجة مكتوبة في كتب ولا انت تشبيه نقف هنا ونقول عملنا ايه استخدمنا في نفس التوقيت منظار رحمي مع منظار البطل في نفس التوقيت استخدمنا الإضاءة بتاعة منظار الرحم مع منظار البطل ونقلل الإضاءة نشيل اللايت سورس بتاع البطل عشان نبقى ضلمنا الدنيا ونسيب اللايت سورس بتاع منظار الرحم ونقلل الإضاءة ونقبرها عشان نقدر نكتشف فين النش اللي هنششغل عليه وبعد كده قديسة الكنق. ده فين؟ ده في السيربا. ده سيزيريا نسكار. نفس القصة. بنقول عندنا السطارة كيسنج. الكيسنج بلادر. البلادر المكاشكيفزة زي السطارة. بص المنظر هنا للرحم. هنا عادي جدا فيه التصاق موجود ما بين الأنبوبة وقدار الحود. وده يعني ممكن تكون صاين. لا مش ممكن تكون صاين. ممكن عادي جدا التصاق الأنبوبة الوحدة. ولكن ممكن تكون هذا يقول إن الرحم ملتصق مع المسانة البولية. برضو بنفصل. من عند الراوند اللي جمع. نشيل. نوسع لنفسنا. ونبعد المسانة البولية عن. بص بقى هنا. وأنا شادد. المسانة البولية بص نازل حرف الثمانية ده مع الرحم. ممكن كتير جدا يخش يلاقي الشكل ده ويفكر ده الشكل الطبيعي للتصاق المسانة البولية أو لقاء المسانة البولية مع الرحم. لأ. ده اسمها الكيسينج بلادر. يعني كأن المسانة ملتصقة التصاق. رهيب جدا فين؟ في الديب استبارت للنش. يعني في أعمى الجزء للنش. هنشوفه دلوقتي. نبدأ بقى نسلك المسانة البولية اللي أحيانا بص بص بقى بص المنظر ده بص المنظر ده بص فيه لون بني بدأ يظهر هنا. إيه ده؟ الله 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 الله. ده هشكل السيست؟ إيه ده لا. بص ده. التهاب؟ الميوكوس منبرين. آه. اللي موجود بتاع السيرفيكس. بتاعونك الرحم. موجود مليان بلد. خرج من النش اللي موجود مستخبي تحت المسانة البولية. يعني شوف قد إيه لما فكنا الالتصاق. ظهرت دي المشكلة اللي موجودة بص كأنه فتئ كامل أهو. ظهرت المشكلة. طب ما دي ايه؟ موجودة ومش متشخصة. وكيسرية مع موجودة بقى لها ست وشهور. شوف اليوتراين نش الموجود. ما بين الدفاكت لما رفعنا المسانة البولية. ورجعناها انفيريولي ورجعناها في مكانها وبعدناها عن عنق الرحم. نقدر نكتشف مشكلة كانت موجودة. وبالرغم انه عاملة صنار. وبالرغم انه عاملة متابعة. الا انه قلم رهيب. لا يتوقف. وانه دم بعد الجماع. وانه انها المريضة بقت واحدة تانية. بعد ما تعمل. الممكن اه طبعا. وتبقى شخصية تابعا. وممكن كان يضل التشخيص انها بتاني ترحم مهاجرة. ده مجس. عنق الرحم. اللي احنا بنخش به. المجس ده كنت عاوز اثبت. الدفكت اللي موجود. والفتق اللي موجود. اللي اخدخلنا به. من عنق الرحم. لان عنق الرحم. مش مكتمل مع الرحم. وعمل الدفكت ده الموجود. وده عشان بيسموه هنا بقى ايه. ممكن يجنش. لاني كانت القاسرية موجودة تحت منخفضة. لو. لدرجة انه ممكن يبقى فين في عونك الرحم. موجود. حد فتح تحت اوي. حد فتح. في السيجمنت. لا فتح كمان عند عونك الرحم. برضو نفس القصة. بنعمل ايه هنا برضو بقى. مش محتاجة الاضاءة لان احنا مكتشف من اول الاتصاق لما فكناه. وبدأنا نعمل برضو نشيل الفيبر السيشو. ونخيط هنا الرحم. هنخيطه فين بايه. بص برضو فيه تكة هنا دكتور عونك. لما الرحم كانت خيط. نخيطه. سواء انتر رابط السوتشر. يعني خياطه غرزة بغرزة. او متكملة. يعني على بعضها زي ما بتسرق. ولكن ما تعملش حاجة اسمها الانتر لوكينج السوتشر. يعني ايه ما تاخدش غرزة ما بينه كأنها الحرف بتقفل غرزة وتنزل عشان دي بتقفل اوعاية الدموية. فتضعف المكان ده. فتقدى ممكن بتعمل نش مرة اخرى. بتحرم الانسجة من الدورة الدموية المنضبطة في المكان ده. فتؤدي الى ايه تلايف موجود مرة اخرى. نبدأ نخيط الانسجة. بناخدها في two layers. زي ما احنا شايفين كده. ونبدأ نروح. واللير ممكن forward. واللير التانية backward. بنستخدم ابرة بشكل معين. الفايكرال ده موجود. وممكن نستخدم البي دي اس. بتستخدم ابرة خمسين. عشان تقدر تخش في السيرفيكس وتبقى موجودة. طيب. نعمل ايه بعد كده؟ بعد ما بتخيط. وقفنا شنا شنا. وقفنا. بنيجي تاني بالهيستروسكوب. وندفع المية. بتاع الهيستروسكوب. احنا بنعمل الرحم saline. وبنخش بالعدسة. فنشوف تجوي في الرحم. لما نملاس saline تاني. عشان نعمل حاجة اسمها watertight. ما يجيش مية تاني. وبعدين نبص بالإضاءة. عشان نتأكد تاني ان الدفكت تقفل. اتراس. اللي انت الحركة اللي عملتها عشان ما يبانش مرة تانية ان فيه دفكت تقفل علي. ليه هنا بقى؟ عاوزين نتأكد هل احنا جبنا كده دلوقتي سيزانيا نسكار موجود في جرحة كايسترية. واحدة تانية اللي موجودة في عنق الرحم. تعال نشوف واحدة تالتة. المريضة بتشتيك شاكوة رهيبة. لا تتوقف عملت كذا عملية جراحية. والألم مستمر موجود. تعال نشوف الحالة. أنا مستمتع جدا. جدا. وهقول لكم ليه؟ تعالوا في بس الحالة تاني. مادام عزة من سوهاج. ستة وتلاتين سنة. خليفة مرتين كايسترية. وآخرت بنت من خمس سنين. اتفتحت بطن 2016 على الأساس أنها ورم ليفي. أثناء فحصه. طالع أنه فيه تآكل وفيه شوية تغيرات موجودة في الورم ليفي. بعدها بسنة شاكوة إن فيه فتق داخل الرحم. ممكن يكون مطرح للإستقصال الورم. أو مكان الكايسترية. تعاملت مرة تانية. فتح بطن. وتصلح الفتن. وبعدين بدأت الشيك إن فيه ألم في بطنها. بالمتابعة ترى إن فيه ماس كبيرة. داخلها في تأخر حمل سنوي. نفسها تحمل مرة تانية. واحد. اثنين. بعض التغيرات اللي بتيجي مع الدورة. أحياناً بيبقى فيه بعد ما الدورة تخلص ينزل نقطة دم. ما عندهاش ألم في الجماعة. ما عندهاش ألم في الدورة. ما فيش ألم في الفحص. تقال لها إنها يعني لازم تشير الرحم. بنعمل منظر بطن رحمي في نفس التزامن عشان نشوف هل فيه ديفكت أو لا. دخلنا منظر الرحمي. لقينا إن الرحم كأنه فيه دابل كافتيز يعني كأنه مقسوم. فوق عنق الرحم مباشرة أو قبل عنق الرحم وبعدين تخش في التجويف الثاني. كان عندنا دوم لايك كأنه زي القوبة كده ومقلوبة عننا. دخلنا منظر البطن شوفنا المنظر اللي احنا نبدأ نشرحه دلوقتي كده. ده فيه شوية التساقات عادية من مندير البطن مع القيصريات. الرحم ههو. ده الفام نزل بتاع الرحم. رفعنا الرحم كده. عندنا مبيض يمين. وأمبوبة يمين. مبيض شمال وأمبوبة شمال. وفيه شوية دم من الجمعين. لما نيجي نبص هنا بقى للرحم. ربط الدقرية. ربط الدقرية التانية. موجود التساق مع الجدار البطن الأمامي. لما نيجي نبص هنا مكان القيصرية. عندنا اهو. سيستلايك ستركشور هنا. كيان فيه كيس كامل موجود هنا. الكيس ده جاي في نص الرحم الأيمن. هو نازل هو. أعلاقته قد المسانة البولية. نزور المسانة. قد المسانة البولية. المسانة البولية متاخدى هنا. هنا حدودنا هنا. المسانة البولية متاخدى هنا. المسانة هنا. شوف متاخدى ازاي؟ شوف. المسانة البولية متاخدى هنا. وده وده المسانة الطبيعي هنا. فوق كده فوق الرحم. بس هي شفتت بسبب الالتساق. الأحيان معها بدخل مصر. المسانة البولية متاخدى. يجب أن نزور من أعضب الالتساق. بس هي شفتت بسبب الالتساق طبيعي هنا. هيا دي نضغط على المساعدة ماذا هو؟ غريب ازاق جاي من كأنها بوستيرو وريني ميس الحتة ماشي هاتل الحتة دي كنا هنا 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 كل دي بلادر بس يعني نقدر نوصل برضو الفاصلة ما بين الاثنين قريبا هنا قوي من الاسكار عن الحتة دي فوق هنا طعم نخش بقى في الهيسترسكوب نخش بقى منزار الرحمي النيش اهو وهذه السنرايز السنرايز السينرايز هيا اهو نشك بالكامل اهو مفيش ماصر لير ودوبة كبيروتونة اهو قصادنا اهو يعني انا ممكن لو دوس دوس هاخش هنا الرحم من هنا وريني كده في الهيسترسكوب بقى هاتح ازاي احنا داخلين كده من اول عنق الرحم ده اللي عمل كل ما شاكلنا تأخر الانجاب طبعا لان دي باركة بعد القصف تخش فيها الحيوانات المنوعين باركة بتخلي معدما الدورة الرحمية تنتهي تجمع هنا وبعد كده ينزل نوق الدم بعد الجماعة اهه ألم في الدورة لبعض الناس التكرار في البول هنبدأ بقى نشتغل هنسلك المثال البولية اللي بدأت تتميلي عشان نعرف حدودنا من الرحم عشان نكشف النش ده ونشيله ان شاء الله بالمنزار وبعد كده نبدأ نصلح الرحمتين اه ده عمل وراء شغل كتير وجهد كبير جدا لكن النش او هذا الفات او هذه الحالة الطبية الجراحية تحتاج الى سلسلة زي ما احنا عندنا مجموعة سلاسل كتيرة جدا 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 لكن انا احييك ومبسوط جدا بهذا العرض العلمي الراقي جدا والجهد الكبير جدا نورتنا ويعني كل جمعة وانت بخير وانا كفين انبساطك خليكوا دايما مع دكتور